بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً بكم أحبتي طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في عامنا الجديد بكل جد ونشاط وهمة نذهب إلى مدارسنا وكلنا شوقاً للتعلم في العلوم والمعارف المتنوية بإذن الله سأكون معكم خلال هذا الفصل أنا المعلمة منال السيف وسأقدم لكم دروس مادة التربية الفنية للصف الأول الابتدائي فأهلاً وسهلاً بكم خلال دراستنا بإذن الله سنتعرف على العديد من المعالف والعلوم في جميع المواد المختلفة ومن ضمن هذه المواد مادة التربية الفنية كلنا نعرف بأننا نحب الرسم ونعشق الفنون بجميع مهاراتها وجميع خبراتها نحن نلون ونرسم ونقوم بالعديد من الخبرات هذا هو كتابنا المدرسي الذي سنقرأه ونتعلم منه جميع الفنون والرسوم التي سنأخذها من هذا الكتاب سنشاهد في هذا الكتاب العديد من المواضيع المختلفة ولكن يجب أن أحرص على الحفاظ على كتابي فيجب أن لا أمزقه وأحافظ عليه وأقوم في وضعه في المكان المناسب سواء في مكتبتي في المنزل أو في المدرسة بشكل جيد أيضا أحرص على وضعه في حقيبتي أثناء الذهاب إلى المدرسة إذا كان لدينا حصة لمادة التربية الفنية بشكل صحيح إذن يجب أن نحافظ على كتبنا المدرسية لأنها قدمت لنا من خلال حكومتنا الرشيدة فيجب أن نحافظ على هذه الكتب من التلف وفي نهاية السنة نقوم بإرجاعها للمسؤولين وهم سيقومون بالتصرف بها كما في القوانين إذن ماذا سنتعلم خلال حصة التربية الفنية؟ سندرس الكثير من المواضيع المختلفة والمجالات المتنوعة فهناك مجال الرسم وسندرس فيه مواضيع مختلفة ومتنوعة ومجال الزخرفة وسنتعرف على الزخارف وكيف نقوم بزخرفة الأشكال وسنتعرف أيضا على مجال الطباعة وكيف نقوم بالطباعة وأدواتها فخلال وحدة الرسم سنتعرف على الألوان ومسمياتها وطرق التلوين وسأتعرف أيضا على الألوان وأقسامها من خلال دراستي لدائرة الألوان ومجموعة الألوان أيضا سنتعلم الإنسان والرسم ومتى بدأ الإنسان وكيف سيرسم الإنسان وما هي الخطوط التي يجب أن نتعلمها لكي نقوم بعملية الرسم سواء خطوط مستقيمة أو منحنية وعلاقاتهما مع بعض أيضا سندرس من عنوان مدرستي الجميلة فنحن في المدرسة نتعلم الكثير من العلوم والمعارف وسنقابل العديد من الأصدقاء والمعلمين فخلال هذه المدرسة يجب أن أعبر بخطوطي والأشكال والألوان عن حبي لمدرستي أيضا من خلال وحدة الطباعة أو فن الزخرفة سنتناول العديد من المواضيع الزخرفية بالأشكال الهندسية المربع والمستطيل والدائرة والمثلث وكيف أقوم بزخرفتها من خلال دراسة للتكرار وما هو التكرار أيضا وحدة الطباعة سأتعلم خلال هذه الوحدة ما هي الطباعة وكيف أقوم بالطباعة وهل هناك ألوان خاصة بالطباعة وما هي أساليب الطباعة وأنواعها سواء كانت بألوان طريقة الطباعة بالخامات الطبيعية وأيضا بالخامات المصنعة والمختلفة وسأتعرف على التشكيل بالطباعة من خلال الملامس المتنوعة التي تحدث أثرا أثناء عملية الطباعة أما في درسنا اليوم سيكون درسنا الأول من وحدة الرسم الألوان ممتعة ستكون خبرتنا في هذا الدرس يا أحبتي التعرف على الأدوات والخامات والقيام بعمل تأثيرات متنوعة بالألوان الأهداف يتوقع من كل طالب وطالبة في نهاية الدرس أن يسمي بعض الألوان في علبة التلوين يتعرف على أنواع الألوان وطرق استخدامها يمارس الطالب طرق التلوين المختلفة يحافظ على الأدوات والألوان يتحدث عن الأعمال الفنية مع زملاء في البداية كلنا نعرف أن الألوان مهمة في حياتنا ونحن نستخدم الألوان في عملية الرسم ولكن ما هي مسميات الألوان وما هي أنواع أقلام التلوين التي أريد أن أمارسها في عملية الرسم خلال هذا الدرس سنتعرف على الألوان وسنستمتع مع بعض بذكر مسمياتها والتعرف عليها أكثر مجموعة عديدة من الألوان وقد سبق أن تعرفتم عليها ولكن نريد أن نعرف مسمياتها فنشاهد جمالها وتنسيقها اللون الأول هو اللون الأصفر أحسنتم مثل ماذا؟ مثل لون الشمس إذن الشمس لونها أصفر اللون التالي وردي أو زهري ربما نطلق عليه وردي أو زهري مثل ألوان الورود التي نشاهدها أيضا اللون الأخضر اللون الأخضر دائما يذكرنا بعلم بلادي ويوجد العديد من الفواكه والخضار باللون الأخضر وأوراق الأشجار أيضا لونها أخضر اللون التالي اللون الأزرق الأزرق يذكرنا دائما بلون السماء الصافية اللون التالي هو اللون الأسود وعندما يأتي الليل ستكون السماء لونها أسود وهناك العديد من الأشياء لونها أسود مثل ماذا؟ مثل لون الفحم لونه أسود أحسنتم اللون التالي هو اللون البرتقالي مثل ماذا؟ مثل البرتقالة ودوار الشمس والعديد من الأشياء من حولنا يوجد بها اللون البرتقالي اللون البنفسجي أحسنتم اللون البنفسجي هو لون جميل ويذكرنا بزهرة الخزامة فزهرة الخزامة من الأزهار الموجودة في بلادي الجميلة اللون التالي هو اللون البني أين نرى اللون البني يا أحبتي؟ نشاهده أحسن في الأغصان أحسنتم في الأغصان نشاهد اللون البني أيضا اللون التالي ما هو؟ هو اللون الأحمر اللون الأحمر أين نشاهده؟ أحسنتم في الورود وبعض الفواكه والخضروات أما اللون الأخير هو الأزرق الغامق إذن هو الأزرق الغامق ويوجد العديد من الأشياء الموجودة في الطبيعة والأشياء التي صنعها الإنسان بهذه الألوان الجميلة فأنا عرفت أن هناك اللون الأصفر والوردي والأخضري والأزرق والأسود والبرتقالي والبنفسجي والبني واللون الأحمر والأزرق الغامق إذن هذه مسميات الألوان أجدها دائما في العديد من علم الألوان التي أستخدمها في التلوين إذن أنا أحب ألواني وأعرف الآن أسماؤها وأستطيع أن أميز بين لون وآخر وأستطيع أن أختار الألوان المناسبة لأعمالي الفنية هناك العديد من الألوان التي أستخدمها في عملية الرسم من الألوان الجميلة أقلام الفنومستر ونشاهد هنا هذه الأقلام الفنومستر بنفس المسميات التي تعرفت عليها فالأصفر والأحمر والبنفسجي والبني والبرتقالي والأزرق الفاتح والغامق كل هذه الألوان موجودة في أقلام الفنومستر هنا هذه اللي يوجد العديد من أنواع أقلام الفنومستر نشاهدها هنا نشاهد هذه الأقلام يوجد منها ما هو عريض بهذا الشكل ويوجد منها أن يكون سنة القلم رفية بهذا الشكل ويوجد العديد من العلامات التجارية ولكن يجب أن أحافظ على هذه الألوان من الضياء فيجب أن أرجعها إلى علبتها أثناء الانتهاء منها أيضا نقطة مهمة يجب أن أحرص عليها وهي أن أقوم بإرجاع الغطاء وأغلاق القلم لماذا؟ لكي لا تجف إذن يجب أن أحافظ عليها ولا أقوم بتضيعها وإرجاعها في المكان المخصط لها في العلب فيوجد هناك العديد من العلب المتنوعة التي تساعدني على إرجاعها بشكل جيد أيضا أحرص على تغطيتها لكي لا تجف لأن عندما أقوم بتركها بهذا الشكل ستجف الألوان ولا أستطيع أن أقوم بالتلوين مرة أخرى أيضا من الألوان الجميلة والمحببة إلينا هي الألوان الشمعية هذه الألوان الشمعية تعطينا نتائج جميلة ومتنوعة ويوجد العديد من العلامات التجارية لهذه الألوان وسنجد في العلبة مجموعة المسميات الألوان التي تعلمتها وعرفت مسمياتها ولكن يجب الحذر أثناء استخدام هذه الألوان لماذا؟ لأنها رقيقة وسريعة الإنكسار فيجب أن أقوم بالتلوين عند استخدامها وأن أحافظ على ألواني دائما سواء كانت الألوان الشمية أو أي ألوان أخرى فهي تكون بهذا الشكل مشاهدها هنا تكون بأحجام مختلفة ومتنوعة وأستطيع أن أستخدمها بهذا وأقوم بتلوينها ويجب أن أحافظ عليها لكي لا تنكسر كما قلنا فهي رقيقة وسريعة الإنكسار كما نشاهد هنا في الشكل رقم 2 أيضا يوجد نوع آخر من الألوان التي نستخدمها فيها الفرشات هناك العديد من الألوان نستخدم فيها الفرشات متنوعة ولكن من الألوان المناسبة لنا هي الألوان المائية وتكون بأشكال متنوعة ومختلفة أما تكون على شكل بلدة ألوان كما هو موضوع وضح في الصورة هنا بالعديد من الألوان المختلفة مسمياتها أو تكون على شكل أنابيب كما نشاهد في هذه الصورة ثم نقوم برسمها بأوراق مخصصة للألوان المائية لأن الألوان المائية التي نستخدم فيها الفرشات ونستخدم الماء ستتعرض للبلل فيجب أن تكون هناك أوراق مخصصة للألوان المائية ونستخدم فيها الفرشات أثناء الرسم كما نشاهد هنا هذه علبة أو أنبوب ألوان مائية أيضاً يجب أن أحافظ على هذه الألوان المائية وأستخدمها في حذر أثناء ضغطي على الأنبوب فيجب أن أضغط ببطء وبشكل بطيء لكي لا نقوم بسكب جميع الألوان في الورقة أيضاً أحافظ على أن أقوم بتغطيتها بعد الانتهاء منها لكي لا تجف وتفسد كما نشاهد هنا في الشكل ثلاثة طفلة ترسم لوحة تستخدم معها الفرشات بألوان مختلفة ومتنوعة بمسميات التي درسناها إذن هذه الألوان التي قمنا بدراستها من الألوان الحديثة التي تصنع في المصانع ويقومون التجار بتجهيزها في المكتبات ونقوم بالحصول عليها بشرائها ولكن لو نفكر قليلاً قديماً كيف كانوا يلونون وما هي الأشياء التي يستخدمونها في التلوين فلا يوجد مصانع ولا شركات تقوم بإنتاج هذه الألوان فقديماً كانوا يحصلون على الألوان من النباتات والصخور كزهرة هنا الزعفران فيستخرجون الزعفران هنا فنعرف أن لون الزعفران لون أصفر وممكن أن أقوم بتلوينه واستخدامه بطرق متنوعة ومختلفة أيضاً الفراولة من الأشياء التي استخدمها القدماء في التلوين أيضاً من الأشياء التي استخدمها القدماء ورق الحنة وكلنا نعرف الحنة بأنه يعطي اللون ماذا؟ أحسنتم اللون البني ويستطيعون أن يقوموا بالنقوش المتختلفة والمتنوعة والزخارف على الأياد وأيضاً يستخدمونه في أغراض أخرى في التلوين إذن هنا يا أحبتي تعرفنا على المسميات الألوان والمجموعة العلب الألوان وخامات مختلفة ومتنوعة من الألوان التي أستخدمها في عملية تلوين مواضيع المختلفة إلى هنا يا أحبتي انتهت حصتنا الأولى من درس الألوان ممتعة انتظرونا في الحصة التالية ترجمة نانسي قنقر